يبدأ نوري يومه باكرا متوجها إلى أهم المنظمات المعنية بشؤون اللاجئين فمنذ عامين قرر أن يتخذ أسلوبا جديدا في حياته لمساعدة السوريين الواصلين حديثا لهذا البلد بدأ نوري هذا التغيير عندما كان حينها طالبا في الجامعة أما الآن يعمل في العديد من المجالات التي تخدم وتساعد اللاجئين من النصائح اليومية التي يقدمها إلى نشره للمعلومات الشاملة بما يتعلق بأحوالهم وصولا لإرشادهم في التوجه لمكاتب المحامين الأطباء والمهتمين بشؤونهم يساعدنا كثيرا هنا بالوراء بالترجمة بالوراء التحت بالأطباء هون بره مشان الانترنت أي وقت تتصلي بنوري نوري بيجاوب عطول بيجاوب وإذا وقت الاستراحة وقت العطلة بيجاوب على تليفون وكثير بيساعد الأطفال الأطفال هون كلهم بيحبوا نوري نوري هو شاب نشيط جدا والناس يحبونه كثيرا هو صلة الوصل بيننا وبين السوريين خاصة أنه يعرف عادتنا وتقاليدنا من جهة وعدات اللاجئين من جهة أخرى هو أيضا نشيط جدا بجمع وترجمة بيانات السوريين الذين يحتاجون مساعدة تطورت مسؤولية نوري ليصبح مؤخرا مديرا لقسم إدماج السوريين بالمجتمع الكرواتي في أهم المنظمات الراعية لهذا العمل أنا أكتر شي بساعد عوالي السورية هون عوالي العربية أكتر شي مساعدهم بالترجمة منروح معنا الدكتور مساعدهم بالتشجيل الولاد بالروضة تشجيل الولاد بالمدرسة منروح معنا المدرسة مساعدهم بالوظائف مساعد أهلهم بالكل شي مثلا أحيانا بنروح معنا عشرتا بدون مساعدة بدون طالة وجواز صفر ما بيعفوا يحكوا اللغة أكبر مشكلة لكل اللاجئين هي اللغة فهذه اللغة هي مفتاح للاندماج كل اللاجئين خاصة السوريين فهلا بالهون المكتب للاندماج فتحنا عملناهم كورس اللغة الكرواتية نوري هو الأخ الكبير والمسعف في الغربة للاجئين ومعه العشرات من الطلبة السوريين الذين يعتبرون من أهم العوامل الأساسية الداعمة لنجاح أي لاجئ سوريا جديد في أوروبا محمد زهوري لأورينت نيوز العاصمة الكرواتية زغرب